اشتركوا في القناة مستخدم. عشان آآ ندخل على سي ام دي. بنيجي الآن على مربع البحث في التاسك بار او الشريط الحالة. بنكتب سي ام دي. نضغط بعدين على هاي الواجهة زي ما انتم شايفين. طبعا اوامر سي ام دي اه كثيرة ما رح نستخدمها كلها رح نشرح بعض الاوامر. نيجي الآن على الامر الاول. آآ اسأل آآ ام جي آر فراغ سلاح بنضغط انتر. طبعا هذا الامر بعطينا التفاصيل على آآ نسخة الويندوز المثبت عنا على الجهاز. آآ مع نوع النسخة وحالة الاكتيفاشن وتاريخ الاكسبير لسير النمبر الخاص بالنسخة الموجودة عنا. نيجي الآن على الامر اللي بعده. دابليو ام اي سي فراغ لوجيكال دسك فراغ قت فراغ سايز آآ فاصلة فري سبيس فاصلة كابشن بنضغط انتر. طبعا هذا الامر بعطينا معلومات عن الهاردسك الموجود عنا على جهاز الكمبيوتر من خلال الكابشن او البارتيشنات الموجودة على الهاردسك والفري سبيس وصايز كل بارتيشن. نيجي الآن على الامر اللي بعده. نت اس اتش فراغ آآ اي دي في فراغ فراغ شو فراغ بنضغط انتر. طبعا هذا الامر بعطينا اعدادات آآ الفيروول آآ لجميع ملفات الشبكة على الجهاز آآ طبعا الدومين بروفايل سيتنج والبرايفت سيتنج والبوبليك سيتنج. نيجي الآن على الامر اللي بعده. دبليو ام اي سي فراغ ستارت اب فراغ لست فراغ فل. نضغط انتر. طبعا هذا الامر بعرض لنا قائمة جميع البرامج والخدمات اللي بتم تشغيلها تلقائيا عند بدء تشغيل الويندوز. نيجي الآن على الامر اللي بعده. نضغط انتر. طبعا هذا الامر آآ بعرض لنا قائمة بالعامليات والبرامج اللي قيد التشغيل حاليا بتكون على جهاز الكمبيوتر. زي ما انتو شايفين هاي اللي بكلها بتكون شغالة. حاليا على جهاز الكمبيوتر. نيجي الآن على الامر اللي بعده. نضغط انتر. طبعا هذا الامر بعطينا معلومات مفصلة عن جهاز الكمبيوتر. بعطينا اسم الجهاز. بعطينا اسم مع الاصدار آآ بعطيك مثلا البروسيسور. المعالج. الرامات. اسم الجهاز. ونوعه. آآ الاصدار البيوس. بعطيك عدة شغلات. بعطيك آآ معلومات عن آآ كرت النتويرك عندك على جهاز الكمبيوتر وما الى ذلك. نيجي الآن على الامر اللي بعده. طبعا من خلال امر بنك تقدر تشيك على المواقع مثلا اذا فيها مشاكل او لا او شغالي ولا لا. نيجي مثلا نجرب آآ موقع جوجل. نكتب دابلو دابلو دوت. لو ضغطنا انتر. طبعا كل ما كان الربلاي سريع بعطيك انه الموقع ما فيه اي مشاكل. كل ما طولت بكون فيه مشكلة في الموقع اللي بتعمل اللي نيجي الآن على الامر اللي بعده. باور آآ سي اف جي دوت سي بي ال. نضغط انتر. طبعا بودينا مباشرة على اعدادات الباور. هو انا بتقدر هون طبعا بتغير الاعدادات الباور زي ما انتي بناسبك. نيجي الآن على امر اللي بعده. كنترول فراغ يوزر باس وورز تو. نضغط انتر. طبعا هذا الامر ودينا لصفحة اليوزر اكاونتز. طبعا من خلال هاي الصفحة بتقدر تضيف آآ يوزرات على جهاز الكمبيوتر. بتقدر آآ تغير بس وردات اليوزرات اذا كان عندك اكثر من يوزر بتقدر تغير آآ برضو صلاحيات اليوزرات. ممكن تخليه يوزر عادي او قست او ادمنستريتر. نيجي الآن على الامر اللي بعده. ار اس تي ار يو اي دوت اي اكس اي. نضغط انتر. طبعا هذا الامر بودين على آآ تبويب سيسم ريستور. اذا انت عامل بكب او ريستور بوينت لنظام التشغيل عندك بتقدر من هون تعمله ريستور. نيجي الآن على الامر اللي بعده. اي بي كونفيج. نضغط انتر. طبعا هذا الامر بعرض لنا معلومات النتوارك عنا على الجهاز الكمبيوتر. بيعرضينا الاي بي المستخدمة على النتوارك عنا. نيجي الآن على الامر اللي بعده. اما اس نضغط انتر. طبعا هذا الامر بودين على صفحة او تبويب سيسم كونفيجريشن. بعطيك هون نوع اللي بدك تستخدمه عندك على نظام التشغيل. برضو عنا برضو خيارات للبوت. عنا للسيرفيسز. بعطيك السيرفيسز الشغالة عندك الكمبيوتر او الواقفة. وبتقدر كمان تشغلها وتوقفها من هذا التبويب. نيجي الآن على الامر اللي بعده. اللي سي اتش كي دي اس كي فراغ. بتختار القرص اللي بدك تعمله فحص. طبعا هذا اختصار لتشيك ديسك. طبعا هذا الامر بفحص اللي انت بتختاره هون. وبدور على الاخطاء بحاول يصلحها. طبعا في عنا عدة خيارات لتشيك ديسك. نيجي لو حذفنا السي. بنخلي فراغ. بنحط سلاش. وعلامة استفهام. بنضغط انتر. طبعا هون بعطينا عدة خيارات لتشيك ديسك. نستخدم الامر البدنية حسب النوع المشاكل الموجودة عنا على جهاز الكمبيوتر. على سبيل مثلا بنستخدم السلاش اف. طبعا اللي هي سي اتش كي دي اس كي فراغ. سي نقطتين. طبعا هذا الامر تقدر تستخدمه وانت فاتح على الويندوز لكن راح يوخذ وقت كبير. بدك تستخدم اه خيار السلاش اف. هذا الامر بلزم وعادة تشغيل الكمبيوتر حتى يفعص الاخطاء الموجودة اه على الكمبيوتر. نيجي الان للامر اللي بعده. اس اف سي فراغ. سلاش سكان ناو. طبعا اه اس اف سي هو اختصار لسيستم فايل شكر. طبعا هذا الامر اه بعمل على البحث عن ملفات السيستم التلفة بحاول يصلحها. مثل ملفات دي ال ال وملفات الويندوز اللي اكس اي. طبعا ما راح اضغط انتر لانه راح يوخذ وقت كبير في عملية اه الاسكان. نيجي الان على الامر اللي بعده. دي اي اس ام اه دوت اي اكس اي فراغ. سلاش اونلاين فراغ. اه سلاش كليناب اه شحطة او مينس ايميج فراغ. سلاش ريستور هيلث. طبعا هذا الامر اه كمان بيقوم على اه تصليح نظام الويندوز من خلال بحث على ملفات السيستم الاساسية وبحاول يصلح التالف منها. طبعا اذا فشل اه امر تقدر تستخدم هذا الامر بداله. وبهيك انتهينا من اه شارح الدرس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا. وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.